خلال ندوة صحفية نظمتها وزارة التراب الوطن والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول برنامج دعم الدولة المباشر للسكن أعلنت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصور عن إحداث منصة رقمية لتدبير برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي الذي سينطلق في فاتح يناير 2024 المنصة الرقمية من شأنها تبسط الإجراءات للمواطنين وتخفيف عبء الوثائق والتنقل بين الإدارات ومواكبتهم بدءا من مرحلة ملء الطلب إلى غاية الاستفادة وعلى المواطن الراغب في الاستفادة من الدعم الولوج إلى المنصة الرقمية بصفة مباشرة أو عن طريق المؤسسة التي ستضع رهن إشارته بشكل مجاني ويتعين على المواطن الحصول على رخصة السكن والوعظ بالبيع المحرر من لدن موثق وإدعو هذه الوثيقة في المنصة الرقمية ليتوصل المستفيد بعضها في أجل أقصى 15 يوما بمبلغ الدعم هذا البرنامج نخرط فيه الجميع كان نتيجة حوار كان معتمد على المبادئ للنموذج التنمووي الجديد لجابيه صاحب الجلالة ومن خلال الحوار نخرط فيه المجتمع المدني المنتخبين الميهنيين هو الذي يمكن لنا اليوم وسمح لنا باش نخرج بهذه المسألة المنصة الرقمية لتدبير البرنامج الجديد الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028 سيتم إحداثها بمجب اتفاقية مع صندوق الإدع والتدبير وتتوخى ضمان الشفافية والترطبية في الاستفادة عبر التسجيل وإدع الطلب في هذه المنصة الرقمية